مع بدي الحملة الدعائية لانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق المقرر إجراؤها نهاية أيلول سبتمبر الجاري ويتنافس في الانتخابات 709 مرشحين ضمن تحالفين وثمانية كيانات على 100 مقعد يطلق عليها المقاعد العامة فيما يتنافس 64 مرشحاً آخر ضمن 19 كياناً لشغل مقاعد الكوتا البالغ عددها 11 مقعداً حيث يشغل الرجال 77 مقعداً بينما النساء يشغلن 34 مقعداً وتتوزع مقاعد الكوتا على المكونات الإثنية والدينية في الإقليم حيث يشغل التركمان والسوريان خمس مقاعد لكل منهما ومقعداً واحداً فقط للأرمن المرشحون الانتخابات يتنافسون للحصول على أصوات الناخبين في محافظات الإقليم الثلاثة الرئيسية وهي أربيل ودهوك والسليمانية فضلاً عن مدينة حلبشة التي أصبحت محافظة مؤخراً ويحق لجميع مواطني محافظات الإقليم الذين يتتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاماً المشاركة بالتصويت في الانتخابات عبر الاقتراع السري حيث يحق لثلاثة ملايين ومئة ألف ناخب لإدلاء بأصواتهم ويعد الحزب الديمقراطي الكردساني والاتحاد الوطني الكردساني من أبرز الأحزاب الكردية المشاركة في هذه الانتخابات كما أن هناك أحزاب تعرف بأحزاب المعارضة يتنافسون مع الحزبين الرئيسيين على المقاعد العامة في البرلمان وهم حركة التغيير وتحالف الديمقراطية والعدالة وحركة الجيل الجديد والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي وكان الحزب الديمقراطي الكردساني تصدر المرتبة الأولى في الانتخابات السابقة بثمانية وثلاثين مقعداً ثم تلاه حركة التغيير بأربع وعشرين مقعداً ومن ثم الاتحاد الوطني الكردساني والذي حصل على ثمانية عشر مقعداً وأول انتخابات برلمانية جرت في الإقليم كانت عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين ثم تلتها ثلاث عمليات انتخابية في أعوام الفين وخمسة والفين وتسعة والفين وثلاثة عشر والآن يتجه الإقليم لدخول الدورة النيابية الخامسة وكان من المقرر أن ترجل انتخابات العام الماضي لكن الخلافات السياسية وظروف الحرب ضد تنظيم الدعش الارهابي أدت إلى إرجائها